جاء استعراضه مع الوزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن ما تحقيقه ضمن أولويات خطة التعافي الاقتصادية خلال اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية جاء مؤكدا سير خطة التعافي الاقتصادية على الطريق الصحيح وذلك منذ إطلاقها عام ٢٠٢٢ نعم النتائج التي تم الإعلان عنها تجاوزت الأهداف الموضوعة ومن ضمنها أهداف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي التفاصيل في التقرير التالي نتائج تجاوزت الأهداف الموضوعة وحقائق تتكاشف مع سير خطة التعافي الاقتصادي على الطريق السليم منذ إطلاق الخطة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠٢١ تنفيذا لدعوة جلالة الملك المعظم هذه الأرقام التي كشفها سموه خلال رئاساته لاجتماع مجلس التنمية الاقتصادية تضع النقاط على الحروف وتؤكد المواصلة على ما تحقق من منجزات الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي ضمت سبعة برامج وهي تجشين نظام سجلات وتجشين نظام بنايات إضافة إلى برنامج تحديث القوانين والتشريعات وإطلاق منصة استثمار الأراضي الحكومية التي حددت الأراضي المتاحة للاستثمار والأهداف ونوع الاستثمار المطلوب وكان طرح الإقامة الذهبية أيضا مستقطبا للمستثمرين وأصحاب المواهب إضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي عبر تسهيل حركة المسافرين والبضائع كما تم توثيق أكثر من 1300 خدمة حكومية وفق اتفاقية مستوى الخدمة وإعادة هندسة أكثر من 650 خدمة للتسهيل على المواطنين والمقيمين والمستثمرين معرفة الإجراءات الحكومية ومن خلال التماعن فيما سلف ذكره تتضح الصورة وتتجلى في أن حكومة مملكة البحرين نفذت البرامج ونتاجا لذلك وضمن الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية ضمن خطة التعافي الاقتصادي بلغت قيمة الاستثمارات ما يزيد على مليارين وثمانمائة مليون دولار أمريكي متجاوزة هدف الأولوية الخاصة بتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي باستقطاب استثمارات بقيمة تفوق مليارين وخمسمائة مليون دولار أمريكي بحلول عام 2023 الأرقام التي ذكرت هي انعكاس للمجهود الذي يبذل ولازال مستمرا من أجل النهوض بمملكة البحرين في كافة المجالات وجعلها قبلة للاستثمارات ورؤوس الأموال كما إنها أرقام تنعكس أيضا ليس على الاقتصار فقط وإنما على المواطن البحريني فالاستثمارات هي فرص عمل وتدريب واكتساب خبرة وتنعكس أيضا على الأسرة البحرينية خاصة وإن فرص العمل في إطار هذه النهضة الاقتصادية تعتبر فرص عمل واعدة وتتسم بالنوعية